بدورها أعلنت مديرية المرور العامة إيقاف مئات سيارات الخصوصية بتهمة مخالفة ضوابط العمل بصفة سائق أجرى خلال يوم واحد المديرية أوضحت أن مفارز المرور أوقف 328 سائقا يقودون سيارات خصوصية لكنهم يعملون بصفة سائق أجرى مبينة أنها فرضت عليهم غرامات مالية وفق القوانين النافذة ويأتي ذلك بعد أن فعلت مديرية المرور العامة قرارها القاضي بفرض غرامات مالية على أصحاب السيارات الخصوصية الذين يعملون بصفة سائق أجرى